حتى يتبين لهم أنه الحق الدقة المذهلة في القرآن الكريم تفوق العقل البشري يعني كل كلمة وضعت في مكان دقيق جدا لا يمكن أن نغيرها بأي كلمة أخرى وهي تعني المعنى الذي يعني تؤديه في هذه الآية الكريمة مثال على ذلك أيها الأحبة الله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذه التركيبة خائنة الأعين تركيبة جديدة غير مستعملة قبل القرآن ولم تكتشف إلا حديثا جدا هل العين يمكن أن تخون صاحبها مثلا الغريب أن هذا عنوان لبحث نشر مؤخرا دعوني أتأمل معكم من خلال هذا الفيديو التوثيق العلمي ما كشفه العلماء وما أنبأ به القرآن قبل ذلك بقرون طويلة طبعا هذا الخبر أيها الأحبة نشر في منتصف عام 2015 يؤكد حقيقة علمية وهي خيانة العين لصاحبها فعنوان المقالة على موقع الجارديان كيف يمكن لعيونك أن تكشف أفكارك أو أن تخونك أو تكشف عن خيانة لصاحبها فمنذ السنوات طويلة لاحظ العلماء الحركات السريعة للعين التي تقوم بها كرد فعل على حالة نفسية ما نتيجة خوف نتيجة مفاجأة نتيجة فرح أو سرور ولكن الدراسة الحديثة التي تتحدث عن خيانة العين لصاحبها تؤكد أن هذه الحركات السريعة للعين والتي تقدر بجزء من الألف من الثانية هي انعكاس لما يدور في دماغنا من أفكار وأسرار ففي دراسة قامت بها جامعة زيوريخ تهدف لاكتشاف أسرار هذه الظاهرة تبين للعلماء أن العين تقوم باستمرار بحركات سريعة جدا كانوا يعتقدون أنها عشوائية ولكن تبين أنها منظمة جدا وتعبر عن أفكار محددة أو قرارات أو اعتقادات فقد وجد الباحثون أن سرعة حركة العين وعدد هذه الحركات وشكلها وتوقيتها كل ذلك يمكن قراءته واكتشافه من خلال تقنية التصوير السريع ومعالجة البيانات ببرامج خاصة على الكمبيوتر سبحان الله أيضا هناك دراسة لجامعة جونز هوبكنز تؤكد أيضا هذا المعنى وحيث درست الحركات السريعة للعين وتبين أن هناك مناطق محددة في الدماغ مسؤولة عن هذه الحركة ويعتقد العلماء أن هذه الحركات السريعة للعين لا يمكن أن نرصدها بأعيننا المجردة ولكن يمكن تصويرها بكاميرات حديثة تخبرنا بما يدور في دماغ هذا الإنسان من دون أن يشعر وكأن هذه الأعين تخون صاحبها وتفضحه طبعا هذه الدراسة حسب موقع فيزيولوجي.org طبعا هنا أيها الأحبة يؤكد الباحثون في جامعة لند أن العين تتحرك بسرعة مذهلة لدى رؤية أي مشهد ربما شاهدته العين من قبل فيحدث اتصال بين الدماغ وبين العين يقوم الدماغ بمعالجة الأفكار السابقة وبالتالي تتحرك العين حسب ما هو مخزا سابقا في الدماغ كل هذا يحدث من دون أن نشعر ولكن يمكن اكتشافه بالتصوير السريع هذه الحركات الخفية للعين أيضا يقوم بها الإنسان وهو نائم ويقول الباحثون في جامعة كلية لند حتى إن الأعين تقوم بحركات محددة قبل اتخاذ أي قرار وبخاصة القرارات الخطيرة حيث يمكن للعلماء اليوم أن يتنبأوا من خلال حركات العين بما يدور في رأس الإنسان من قرارات وهناك دراسة سويدية أجريت عام 2013 كشفت لأول مرة أن حركة العين عبارة عن استرجاع للذاكرة المخفية وأن هناك علاقة مؤكدة بين حركات العين وبين الذاكرة لذلك يقولون إن حركات العين يمكن أن تعكس وتؤثر على الوظائف الذهنية العليا مثل الذاكرة واتخاذ القرار وتفضح أفكارنا واعتقاداتنا ورغباتنا ويقولون إننا لن نحتاج في المستقبل لأجهزة تصور الدماغ وتقرأ ما فيه بل سوف يكتفي العلماء بمراقبة العين أو الحركة السريعة للعين وهي الحركة اللاشعورية ودراستها ومعالجة البيانات للتنبؤ بما يدور في رأسك من أفكار ومعتقدات أو حتى حب وكره إذن العلماء اليوم مقتنعون بأن العين تخون وتفضح صاحبها بل تكشف أسراره ورغباته الداخلية العميقة والتي لا يرغب بالإفصاح عنها هذا المعنى أيها الأحبة يتطابق مئة بالمئة مع قوله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين سبحان الله يعني هذه الحركة الدقيقة جدا للعين التي تكشف وتفضح ما يدور في دماغ صاحب هذه العين والتي لا يمكن معرفتها إلا باستخدام التصوير وباستخدام الكمبيوتر ومعالجة البيانات وبرامج خاصة هذه الله يعلمها سبحانه وتعالى بالله عليكم يعني هل هذا الكلام يمكن أن يصدر عن إنسان عاش قبل 1400 سنة لو لم يكن رسولا من عند الله كما قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة